عسلامة مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا في الوداية ما تنسيوش دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بش يوصلكم اجديد معانا بعد البوليميك الكبيرة اللي صارت بعد خبار ما فادوا انه ليلة رابلسي حرم الرئيس السابق زين العابدين بن علي مش يكون لها تدخل مع حناني شغراني في برنامج احنا الكل على قناة تونسنا نهاية شهر جوان الخبر هذا هزراء العام في تونس الشي اللي خلى محامية ليلة رابلسي تدخل وتنفي الخبر قائلة انه لا علم لنا بخبر التسديلات وما سجلنا حتى حوار اهليمي صحيح ليلة رابلسي حكيت مع محس دينيز اللي اجرى معها الحوار لكن في اتار محادثات خاصة ودردشة يمكن تم التسديل دون موافقتها او بترخيص منها واكدت ان الحوارات الصحفية بالمعنى الكلاسيكي هي ما تقومش بهم واضافت الي ليلة رابلسي تستنكر عملية التسديل وان اكدت انه تم انتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والقيام بتتبعات اذا ثبت وجود تسديلات صوتية ورطة كبيرة اليوم القاناة تونسنا على رأسهم حنيني شجراني مقدمة برنامج احنا الكل ومن ترجط البرنامج مروى الرمضاني والاهليمي معز دينيز اللي قام بالتسديل ونصرت حنيني شجراني تدوين على حسابها الرسمي حاولت انها تخرج روحة من الورطة اللي تحتت فيها نصرت تدوين وقالت فيها ان حنيني شجراني لم اسرح لأي جهة اعلامية اني اتصلت بليلة بن علي وكل ما ذكر في كل الوسائل الاعلامية لأساس له من الصحة والاجابة بيش تكون في برنامج احنا الكل نهار الخميسة لقاناة تونسنا